اعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن فتح باب التطوع للمدنيين في القوات الاحتياطية في المرحلات الأولى وذلك لأقارب العاملين والمتقاعدين في قوة دفاع البحرين والحرس الوطني العسكريين والمدنيين إذ بدأت التجهيزات في المرحلات الأولى من خلال استقبال اللجنة المنظمة للمتطوعين وذلك استعدادا لانطلاق المرحلة الأولى من تدريب القوة الاحتياطية إن المساهمة في حماية الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه هي واجب وطني مقدس وشره للمواطنين لهذا أعلنت قوة دفاع البحرين عن بدء المرحلة الأولى من فتح باب التطوع للمدنيين في القوة الاحتياطية وقد نظم قانون القوة الاحتياطية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1987 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه جميع الحقوق والواجبات الخاصة بالقوة الاحتياطية باعتبارها قوة رديفة لقوة دفاع البحرين كما تضمن المزايا والاستحقاقات المترتبة على ذلك خدمة الوطن في قوة دفاع البحرين تحت أمرات سيدي جارة الملك واسمه ولي العهد رئيس الوزراء وسيدي الغاد العام اسمه شرف ممكن يسعى لأي بحريني المقابلة كانت جدا ممتازة من ناحية الاستقبال للمواطنين حق التلبية للنداء والشعور يعني ما قدر أوصف لك يا صراحة كي بحريني من ينادونك خلاص تلبين نداء بس وسيتم في المرحلة الأولى الاقتصار على فتح باب التطوع للمواطنين الذكور فقط من أقارب منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني العسكريين والمدنيين والمتقاعدين منهم فيما سيتم في المرحلة الثانية أعلان فتح باب التطوع لباقي فئات المجتمع ذكورا وإناث وذلك بعد استكمال المرحلة الأولى والله أول ما شفت على السوشال ميديا طرشة واللون وهاللون وهي واجب بحريني على كل بحريني يعني لازم والبحرينيين كلهم يقصرون هاي الوطن دي أنا أقول هاي بحريني كم ولازم يعني أنتو الصفوف الأمامية والصفوف اللعوية الجيش يعني لازم تكونون يعني ما الله أفق الجميع وما قصروا قوة دفاع البحرين صراحة على الترتيب ذي كلها إن فتح باب التطوع في القوة الاحتياطية من قبل وزارة شؤون الدفاع وحرصها على حفظ أمن وأمان مملكة البحرين حيال التهديدات التي تمر بها دول المنطقة على الصعيد الإقليمي والدولي لهو إلا تكون لبنة قوية في بناء هذه القوة العسكرية الباسلة التي ستكون الرديف القوي والظهير المساند لقوة دفاع البحرين تلك القوة التي نذرت نفسها للدفاع عن الوطن وفدائه بأرواحهم دفاعا على الوطن والمواطنين ضمن جهود قوة دفاع البحرين لزيادة غطاء القوى البشرية الاحتياطية يتواصل المتطوعين بالتوافد إلى مقر اللجنة المنظمة وذلك بعد بدء المرحلات الأولى من استقبالهم تلبية لنداء الواجب الوطني بمركز الأخبار خالد العون تلفزيون البحرين